السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الحرس ان شاء الله عنا فرد تربية الإسلامية رقم واحد للدورة الثانية نبدأ أول فقرة نوضعية تقويمية نشأ زهير يتيما بعد أن ابتلي بوفاة والديه ومع ذلك صبر ورد بقضاء الله وقدره كيف لا يصبر وهو مسلم عابد لله تعود كل عام أن يسهم في جمعية خيرية لتقديم قفة رمضان لمستحقيها من المحتاجين وكان كلما تناول طعام السحوري وصل الصبح جلس يهيئ لائحة المساكين ولائحة المحسنين الذين يسهمون في الدعم والمعونة كان أغلب محسن الحي يستجيبون لهذا العمل الخيري ما عدا هماما وهو صاحب محل تجاري فقد رفض تقديم العون للمحتاجين بدعوى أنهم لا يستحقون قفة رمضان وكان يقول أنا لا شأن لي بالمساكين ولا أعترف بهم في إحدى الليالي وبعد آداء صلاة التراويح عاد زهير فوجد حشدا من الناس يقفون أمام محل همام والدخان يتصاعد بشدة لقد احترق دكان ذلك الرجل البخيل فليعتبر من لا يرعى حق المساكين ندرب الأسئلة والمهام عندنا أول سؤال من بعد أقرأ الوضعية بسماع ثم أنجز المهام الآتية أشرح ما تحته خط ما معنى مسلم وكيف لا يصبر وهو مسلم عندنا شروط الإسلام مسلم هو كل شخص عفوا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيله دوم شروط نتاع الإسلام وعندنا فليعتبر فليتعذ نخصو يتعذ منك شو اللي يوقع له السؤال الثاني أحدد طبيعة الإبتلاء الذي تعرض له زهير وأذكر رد فعله تجاه الإبتلاء اللي يوقع للزهير هو أنه سقد والديه إنه نشأ يتيما ابتلي زهير بفقدان والديه ورغم ذلك رادية بقضاء الله وقداره وثالث سؤال أستخرج إحدى سنن الصوم الذي كان يحافظ عليها زهير خلال رمضان ثم أستدل على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من السنن التي يحفظ عليها زهير في النص لدينا هو السحور لدينا هنا بعد وقال كلما تناول طعام السحور لدينا سنة الصوم التي يحافظ عليها زهير هي تناول السحور وتأخيره لاش قلنا التأخير من يجبنا التأخير أنا كان كلما تناول طعام السحور وصل للصبح يعني كي يقل السحور دياله مباشرة كيكون صلاة الصبح يعني كيخلي السحور آخر شي يعني محتى كيقرب الصبح أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الدالي على هد السنة تسحروا فإن في السحور بركة ندوزوا السؤال رقم أربعة فيه ما طبيعة العمل الخيري الذي كان يقوم به الزهير لرعاية حق المساكين الزهير كان كيقدم قفة رمضان يعني كان كيسهم في الإفطار ديال المساكين إذن طبيعة العمل الخيري الذي كان يقوم به زهير هو تقديم قفة رمضان للمساكين وخامس السؤال ما موقف همام صاحب المحل التجاري من هذا العمل الخيري وما عاقبة موقفه من خلال النص همام كان يرفض المساعدة ديال المساكين والجزاء دياله أنهم واحد المرة رجعوا من تراويح لقول المحل دياله كي يتحرق إذن همام كان يرفض مساعدة المساكين فكان جزاؤه احتراق محله يعني هاتش يقول كان في ديك الوضعية اللولى سؤال سبس بماذا تنصح همام أنصح همام بالاتعاض مما حدث له يعني سيأخذ عبرة من ذك اللي وقاله أنصح همام بالاتعاض مما حدث له والإحسان للمساكين سابع سؤال عندنا استظهر كتابة من سورة القلم ما يدل على عاقبة حرمان الفقراء والمساكين من حقوقهم بسورة القلم كان القصة ديال أصحاب الجنة أو أصحاب البسل عندنا قال تعالى أعوذ بله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صدق الله العظيم وعندنا في السؤال الثامن أشرح معنى هذه الكلمات لا يستثنون إذا قسموا لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنون يستثنون إني ما كي يقولوش إن شاء الله غدا إن شاء الله غال مشيو البسلان ديالنا ولا الجنة ديالنا لا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله وبالنسبة للصريم هايدي فأصبحت كالصريم يعني الليل الأسود صبحت كلها كحلة من التحرقات كالجنة ديال أصحاب الجنة صبحت كلها كحلة كالليل الاسود اذا بهذا اعزائي تلامينا مدجلنا سلام اتمنى لكم توفيق ان شاء الله